موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيكو طبعا مبسوطين كتير بلقائنا وإحنا مبسوطين بلقائكم مبسوطين معهلة برنامجنا ببدأ متل ما تعودنا 22 وأربعة وأكيد اليوم فقرتين متل دايما فقرة الأولى متل شعبي وفقرة الثانية متل شعبي وفيه المساعدات يعني ما تهتموا فيه ناس كتابوا لي أنه الفقرة الثانية كانت صعبة لأنه ما فيها مساعدات بقولكو شغلي المساعدات علينا والمثل كمالته عليكو طبعا المثل اليوم راح ينبسطوا منه كل اللي متجاوزين ومتجاوزات بالذات لأنه بعرفوا أنه اللي بتصهر في بيت أبوها يعني مرات المتجاوزات دائما بيروحوا بيصهروا عند أهلهن اللي بتصهر في بيت أبوها رقم واحد لا تلموها رقم تنين لا تستنوها رقم تلاتي وانتبهوا كتير لا تأخذوها يعني معروف المثل أجدادنا حكوا كتير شغلات أنه المتجاوزات دائما لما يروحوا يصهروا عند أهلهن واحدة من التلاتي صحيحة بدي أشكركم جميعا طبعا عن اللي أرسلتولنا أمثال بتجنن كمان ممكن نستعملها بلقاءات قادمة في الإعداد والتقديم معكم باسيم بدا أشكر كل طاقم كنات هلا اللي بساعدنا لنكون عندكو في بيوتكو بأبها صورة أيضا كل اللي عم بتابعونا على بانيت جروب تحياتنا لكم طبعا ننبدأ بعد شوي على 0583924051 تفاعل غير شكل من قبل ما بلش البرنامج كتير تحيات حلوة كتير محبة بتجنن نشكركم عليها دايما الأرقام طبعا اللي عم تختروها يعني بدا أقول لكم شغلة الرقم الأول الصحيح من هند شربيني من الناصري اخترت رقم صحيح ما تغيري أبدا يا هند في كتير ناس بدل ما تكتب تبعت لنا رقم 1 2 3 والاختيارات طبعا معروفة غسان سكر غسان سكر من من كفركنة لأ بدك تغير غسان بدك تغير الرقم اللي اخترته مش كتير وتابعوا معنا نجلة مرعي من الفريديس كمان بديك تغيري يعني في ناس أقرب دغري اختارت على الرقم الصحيح مين معنا هون عطلة خطيب بن شفا عمر دايما اكتبوا لنا كل ما يتجدد اللقاء الاسم والعنوان من وين وطبعا الاختيار لأنه دايما منحبش يعني ناخد وقت لنفتش على الاسم سناء من الناصري أهلا وسلام فيك سناء كمان بديك تغيري يا سناء اكتار اليوم رح يوقعوا بالفخ إذا بالفقرة الأولى أو بالفقرة التانية دايما بختار لكم طبعا يعني المحاولات والتلميحات بتكون متشابهة ولكن أجدادنا اختاروا تلميح مهم جدا وهو الكلام الصحيح زهيرة من كفركنة كمان بدك تغيري يا زهيرة خليني كمان مرة أذكركم اللي بتسهر في بيت أبوها خاصة المتجوزات يعني اللي بتسهر في بيت أبوها وكل المتجوزين بقولوا والله كلامك صحيح على المثل اليوم لأنه اللي بتسهر في بيت أبوها لا تلموها لا تستنوها أو لا تأخذوها واحد من هنا في ناس بقولوا تواخذوها يعني معروف اللهجات تختلف فالمثل حلو كتير خاصة كل المتجوزين والمتجوزات رح يعرفوا السبب وكمان العزبية والعزبيات رح يعرفوا شو باستناهم كمان قريبا خليونا نتابع مع التفاعل مساء الخير نبيلة من الناصري كمان الرقم اللي اخترت يا نبيلة بدك تغيريه وأهلا وسهلا للنجاح دايما كتير ناس تبعث لنا طبعا تسجيل صوت سعب أسمعه ولكن دايما كتاباتها أهلا وسهلا بالجميع منستنى طبعا تفاعل بجنن وبقولكو شغلي إنه كتير ناس من المتجوزات والمتجوزين عم بقولوا الكلام صحيح مساء الخير رنى من الناصري اللي بتسهل تسهل بدار أبوها بدك تغيري طبعا اه لا غيرت انت بي كتير غيرتي غيرتي للكلام الخطأ حاولي ارجعي حاولي منقولك إنه ما تغيروا بسرعة اه معنى كتير إجابات بدون اسم طبعا رح نتجاهلها لأنه ما بحفظ أرقام تليفونات يعني فحاولوا اه اختاروا الكلمة الصحيحة مساء الخير ام كمال من الناصري الجواب رقم صحيح الجواب اللي اخترتي صحيح يا ام كمال أهلا وسهلا فيك ليلة كميل من حيفا بدك تغيري ولا لا ما تغيري أبدا ما تغيري لأنه اللي بغير بده يغير دائما للصحة انت خليكي على الصحة اللي اخترتي ريماس من كرياتشموني تحياتنا إليك ريماس كمان بدك تغيري يا ريماس خلينا أعيد لكم كمان شوي حتى تعرفوا الاختيارات اللي بتسهر في دار أبوها وخاصة المتجاوزات وكل الجزان بيقولوا والله كلامك صحيح على المثل اليوم وكلام أجدادنا صحيح لأنه اللي بتسهر في بيت أبوها برقم واحد لا تتلموها برقم تنين لا تستنوها برقم تلاتي لا تواخذوها وواحد منهم صحيحة فيك تناس بعتلي طبعا رسائل حلوة مثلا الورد والفل يسعدك شكرا تحياتنا إليك ولطاكم هلا ريا أمارة من كفر كنة والجواب صحيح يا ريا تحياتنا إليك بكفر كنة خلينا نتابع مرحبا إم كريم من كفر قرع بدك تغيري يا إم كريم حاولي غيري تفاعل بجنن مثل كتير كتير سهل في كتير ناس عم بيبعتون لنا طبعا أبو وسام من الناصر دائما أبو وسام كل ما يتجدد اللقاء اكتب لنا الاسم ومن وين كلامك صحيح يعطيك العافية أبو وسام من الناصر من الناصر إلى دير الأسد الحج مصطفى من دير الأسد اللي بتسهر عند دار أبوها ومتأكد من الجواب تحياتنا إليك ويعطيك العافية جنامك صحيح حج مصطفى من دير الأسد إبراهيم من الكدس بدك تغير يا إبراهيم يعني بالأول كنت ماشي على الطريق الصحيح غيرت بدون ما نقولك غير يعني دائما نستنوا شوي ما تغيروا إلا ما نقولك حاول إرجع مثل خير اللي بتسهر في دار أبوها مثل خير رنى من الناصر بدك يتغير يعني الأولى خاطئ أو الثاني خاطئ ظلت التالتة سابت عليك فش بدك تختاري اللي بقيت الكلمة اللي بقيت بأي رقم يا ترى الله أعلم أميرة أبو رجا من إم الفحم كلامك صحيح وكل المتجوزات بقولوا والله الكلام صحيح لأنه بس نروح عند دار الأهل شو بسير لا تلموها للمتجوزة اللي بتروح تصار عند دار أهلها عند أبوها طبعا عند دار أبوها لا تلموها لا تستنوها أو لا تواخذوها برقم ثلاثة فكروا شوي معنا وراح تعرفوا السبب ليش الاختيار موفق من أجدادنا طبعا ام إياد سيد أحمد من القدس مساء الخير تحياتنا إليك ومساء النور كلامك صحيح ام إياد السيد أحمد من القدس كلامك صحيح خلينا نتابع ونشوف هون دلال زين من القدس مازال إحنا في القدس لا إيش نرجع خلينا في القدس اللي بتصهر في بيت أبوها كلامك صحيح يا دلال وأكيد بزيد على الكلام إنه اللي بتصهر في بيت أبوها بيدللوها كمان هاي ممكن تدفوها طبعا على الكلمة الصحيحة كتير ناس عم تبعت لي يعني إجابات مسجلة رسالة صوتية صعبة أسمعها طبعا اكتبوا لنا كتابي سناء من الناصري كلامك صحيح يا سناء أهلا وسهلا فيك والرقم اللي اخترتي مميز جدا تولين ملحم من عرعرة بديك تغيري يا تولين حاولي غيري محمد من إم الفحم كلامك صحيح يا محمد كلام صحيح لأنه اللي بتصهر في بيت أبوها برقم واحد لا تلوموها برقم تنين لا تستنوها وبرقم تلاتي لا تأخذوها أو تواخذوها حسب اللهجة بعدين هون مين معنا رومي من المزرعة من عكا تحياتنا لك شكرا يا رومي على الكلام الحلو على البرنامج شكرا تحياتنا لكم مثل فل شكرا مين معنا هون عدنان سعيد من الناصري كلامك صحيح يا عدنان وأكيد يعني كل مش بس الناصري كل أهل الناصري وكل المناطق بيستعملوا المثال وبيقولوا أنه الكلام صحيح لأنه بس تروح أي وحدة عند دار أبوها تصهر جوزها بيقول كلام صحيح بالمثال لا تلموها لا تستنوها أو لا تواخذوها فالكلمة بدأ تكون صحيحة اليوم اللي بتختروها إبراهيم من الكدس كلامك صحيح يا إبراهيم ما تغير أبدا الرقم اللي اختارته أم محمد من طمرة كلام صحيح والرقم صحيح وأكيد كمان كل المتزوجات بطمرة بيقولوا والله الكلام صحيح والمتزوجين لأنه العزبية والعزبيات رح يتعلموا من المثال ولكن المتزوجين عارفين عارفين ومجربين سوسة فهم من الناصر بدك تغيري يا سوسة حاولي غيري وأهلا وسهلا فيك في كتير ناس عم بتغير حتى قبل ما أوصل فإحنا ناطرينك هناك أمال من الناصر كلامك صحيح كمان مرة بذكركم المثال اللي بتسهر في بيت أبوها ومرات منقول اللي بتسهر في دار أبوها لا تلموها برقم واحد برقم تنين لا تستنوها برقم تلاتي لا تواخزوها نتيبهوا كتير سندس سعفان من الناصر شو يا سندس كلامك صحيح سندس سعفان من الناصر كلامك صحيح خلينا نتابع ونشوف مين وصلنا هون من الصفافري أبو محمد من الصفافري كلامك صحيح وكل المتزوجين أنا بقولكوا شغل يعني عن خبرة عرفوا المثال وعرفوا الكلمة النقصة بالمثال لأنه دايما بصير معهن هيك لا تلموها لا تستنوها أو لا تواخزوها محمد أبرومي من طمرة محمد الرقم اللي اخترته بدك تغيره غير معنى وقت للفقرة الأولى طبعا يارين ملحم بدك تغيري كمان يلا يا يارين غيري معنى وقت عدنان فايز زعبي من طمرة الزعبية كلامك صحيح يا عدنان وكمان بطمرة الزعبية يعني الكل بقول الكلام صحيح على المثال لأنه كل المتزوجين بقولوا يا جماعة رجاء يعني اللي بتصهر في بيت أبوها لا تلموها برقم تنين لا تستنوها برقم تلاتي لا تواخزوها وإم محمد من زيمر كمان السلام عليكم وعليكم السلام إم محمد من زيمر كلامك صحيح مية بالمية خلينا نتابع تفاعل بجنن فاطمة هيب من نوفها قليل كلامك صحيح كمان وبتكتب لي كمان شغلات انتقادات على اللي بتصهر ممكن شو بصير بعدين هاي ما قلناش علاقة فيها نجلة مرعي من اللي فريديس كلامك صحيح ما تغيري أبدا يا نجلة رماس من كرياتشموني يعني غيرتي ولكن كنت بالطريق الصحيح انتبهي عاودي ارجعي كنت بالطريق الصحيح اعملي هيك يوترن بقوله بالانجليزي لفي وارجعي بالزبط مرحبا واهلين مرحبتين ام كريم من كفر قرع كلامك صحيح ما تغيري ام كريم تحياتنا لكم بكفر قرع بكل المنطقة كيفك شكرا اللي بتسهر في بيت ابوها كما كلام صحيح يمنا طريش او طريش يمنا طريش من الكدس تحياتنا لك وطبعا كل اللي كتبتيه صحيح والمتجوزة اللي بتروح تسهر عن دار ابوها بتعرف كل الكلام هنا انه صحيح بالزبط مهة راسم زعبي من تمرز زعبية كلامك صحيح يا مهة واكيد اي وحدة اليوم عم تحضرنا من المتزوجات كبار صغار ما بتفرق تذكروا دايما بذكرياتكم بس تروحوا تسهروا عن دار ابوكم اللي بتسهر في بيت ابوها لا تلموها لا تستنوها او لا تواخزوها والكلام مية بالمية في ناس وقعت بالفخ طبعا متل محمد له اي عساوي من كفر مندة بدك تغير يا محمد حاول غير معنى وقت الرقم صحيح من كفر اسميع يوسف من كفر اسميع مساء الخير كلامك صحيح شكرا على الكلام الحلو دايما واهلا وسهلا فيكم نتابع تحيات من ام محمد من كفر قرع اللي بتسهر في بيت ابوها بدك تغير يا ام محمد التالت سابتي بقولك او التاني سابتي يلا معنى تفاعل بجنن مساء الخير رهام الرقم اللي اخترتيه بدك تغيريها معنى وقت حاولي غيري وكتير ناس عم تختار ضربة اولى بالزبط حمزة حمودي تحيات اكيد للجد حسني حمودي منيبعت له تحية وحمزة حمودي بدك تغير انتبه انت بالطريق مش كتير حاول غير فوزيغة دير من بير المكسور الرقم صحيح وكلامك طبعا بتقول اللي بتسهر في بيت ابوها لا تلوموها لا تستنوها برقم تنين او لا توخزوها واخترت رقم صحيح خليك عليه ما تغيري ابو بلال مصري من شعب الجواب شو بيقول كلام صحيح كلامك صحيح يا ابو بلال مصري وبقولكو شغلي كل المتزوجين رجال ونساء حافظين المتال ومجربين ولانه اللي بتسهر في بيت ابوها برقم واحد لا تلوموها لا تستنوها او لا توخزوها وكل المتزوجين والمتزوجات عرفوا المتال والعزبية والعزبيات رح يتعلموا ويعرفوا شو ناطرهم بالحياة الزوجية مين هون معنا اروى شرارة من الناصر تحياتنا إليك اروى وين المتال يعني ما جاوبتينها ما فهمنا عليك كتبي لنا الإجابة بطريقة مميزة رماس كلامك صحيح رماس من كرياتشموني تحياتنا إليك رماس ولكل منطقة الشمال فوق مرفت من الناصر شو بتقول مرفت كلام صحيح والرقم يعني اللي ما بده يكتب يختار رقم واحد اتنين ثلاثة والرقم صحيح الحجة إم الناجي من النعورة بدك تغيري يا حجة بدك تغيري من النعورة لرقم آخر السلام عليكم برنامج حلو كتير شكرا زينة وماهر وآدم وتيسير من باقة الغربية كلام صحيح كلامكم صحيح وإن شاء الله تظلوا مبسوطين مع هلا ومع كل برامجها تحياتنا إليك جميعا مساء الخير رضيه من الناصري الجواب بدك تغيري يا رضيه ما رضينا أبدا بدك تغيري لرقم آخر لأنه الرقم طبعا مش كتير صحيح هناك مساء الخير سيلين حسيني من الناصري الجواب بتقول سيلين بدي أنزل كتير لتحت الظاهر سيلين بدك تغيري الحجة إم أحمد حسيني كمان بدك تغيري حاولي حاولي معنا وقت للفقرة الأولى بنقدر نغير دارين دارين من وين أو إم الياس بدنا نعرف إم الياس كمان بدك تغيري أو دارين أو إم الياس بدك تغيروا يسعد مساكوا جميعا خلينا نتابع ريتان عماش من جسر الزرقة كمان بدك تغيري يا ريتان عن الرقم اللي اخترتيه وعن الكلمة اللي اخترتيها يعني برقم واحد لا تلوموها برقم تنين لا تستنوها برقم تلاتي لا توخزوها تهليل سليم صالح من المشهد اللي بتصهر في بيت أبوها كلام صحيح تهليل كلام صحيح الاسم الحلو وأهلا وسهلا فيكم من المشهد ليا ملحم بدك تغيري يا ليا من الناصر حاولي غيري معنى وقت للتغيير أهلا وسهلا فيكم جميعا نتابع ونشوف مين هنا بعاتلنا يعني كتير أشياء حلوة مساء الخير ومساء النور أمال من المكر أمال من المكر مساء الخير إليك وكلامك صحيح ما تغيري أبدا أمال تحياتنا الأهل المكر دائما تحيات من حليم اسماعيل وبتقول حليمي اللي بتصهر في بيت أبوها يعني الأولى كانت خاطئة حليمي والتانية خاطئة ما ضل عليك إلا التالتي سابتي تحياتنا إليك من كفر قرع أهلا وسهلا فيك حليمي الجواب صحيح الرقم هناك اللي اخترتوه جهان من علوت تحياتنا إليك جهان والرقم اللي اخترتيه بدنا نعرف لا اخترتي عودتي غيرتي بدك تغيري بدك تغيري لرقم آخر انتبهي ودائما طبعا الكتار عم بيبعتوا لنا إنه عيد المثل من عيد المثل اللي بتصهر في بيت أبوها يا جماعة كتار من المتزوجات بروحوا يصهروا في بيت أبوهن أكيد يعني في كتير ليالي كتير متزوجات بيصهروا في بيت أبوهن مع العيلي فاللي بتصهر في بيت أبوها لا تلموها برقم تنين لا تستنوها برقم تلاتي لا تواخذوها وكتير ناس عم تختار الاسم طبعا الرقم الصحيح والاسم هنا مين معنا عنات من مجل كروم كلامك صحيح عنات من مجل كروم كلامك صحيح ونتابع أروى شرارة من الناصري ما فهمنا عليك يا أروى كلمة واحدة من اللي عنا يعني عم بتجيبين لنا كلامي كلام مش موجود معنا بالمثل حاولي حاولي لبنى فهم كلامك صحيح تحياتنا لك لبنى من الناصري ما تغيري أبدا وكلامك صحيح يسعد مساك شكرا فتحي خطيب من نوفة جليل كلامك صحيح وخليك على الكلمة هاي ما تغيري فتحي خطيب من نوفة جليل أهلا وسهلا فيك خلينا نروح بالنط على طمرة أم محمد حسان السلام عليكم تحياتنا لكم بطمرة أم محمد حسان كلامك صحيح اخترت الرقم المناسب صحيح اللي بتسهر في بيت أبوها يا جماعة وكل المتزوجين بقولوا كلام هالمثل صحيح لأنه بس نبعد زوجتنا عند بيت أبوها لا تلموها لا تستنوها برقم 2 أو لا تواخزوها خلينا نكمل مع التفاعل اللي بجنن 2 و 4 ما تنسوا مبسوطين مع هلا هات نشوف هنا مين معنا الأم إبراهيم منكو فرقرع بدك تغيري يا أم إبراهيم بدك تغيري معنا وقت لبعا للتغيير والفقرة الأولى يعني شارفتها في عد تنازل بيقولولي هناك انتبهوا مرحبا البرنامج حلو شكرا فاطمة بيادسي من باقة الغربية بتقول كلام صحيح أكيد فاطمة وهيك طبعا لما تكتبي لنا أفضل ما نقعد نسمع يعني رسائل صوتية أهوان تكتبولنا الحجة إم الناجي من النعورة الثالثة سابتة بديك تغيري أو الثانية الثالثة الله أعلم حاولي غيري وإرجعي لنا وإن شاء الله حال فيك الحظ طبعا بالوقت حلا بتقول من وين حلا من كفر قرع جوابك صحيح يا حلا أحلى من الحلا يعطيك العافية شكرا لكم على كل الكلمات واللي بتجنن طبعا والأمثال الشعبية ريم من إم الفحم الرقم اللي اخترتيه مش كتير يا ريم رقم واحد لا تلموها رقم تنين لا تستنوها رقم تلاتي لا تواخذوها حاولوا اختاروا الرقم المناسب كيف قالوا أجدادنا اللي بتسهر في بيت أبوها واحدة من الثلاثة واحد تنين ثلاثة صحيح خالد سواعد أبو القيس من وادي سلامي مساء الخير والسعادة إليك ولكن الرقم مش كتير يا أبو القيس حاول غير خالد سواعد أهلا وسهلا فيك جاكلين من يافا جاكلين بتقول كمان كلام خاطئ بدك تغيري يا جاكلين حاولي غيري جاكلين معنى وقت والجواب هنا بقول مين معنى ما في اسم طبعا نتجاهل بدنا اسم ومكان ومن بعده الإجابة جهان جهان من علوت كلامك صحيح يا جهان يعني اخترت الرقم المناسب حليم اسماعيل من كفر قرع اللي بتسهر في بيت أبوها والله كلامك صحيح يا حليمي من كفر قرع تحيات لكل اللي بيبعتوا لنا أمثال بتتشابه طبعا ولكن المثل الموجود معنا هو مثل طبعا بسيط جدا اللي بتسهر في بيت أبوها لا تلوموها برقم تنين لا تستنوها برقم تلاتي لا تواخزوها وأهلا وسهلا بكل اللي بيبعتلي أمثال بتتشابه أم أحمد من جسر الزرقة كلامك صحيح يا أم أحمد ويعطيكي ألف عافي وتحيات لكل أهل يعني جسر الزرقة وجديدة وكل المناطق اللي عم تبعتلي أمثال كمان غسان صقر من كفر كأن كلامك صحيح كلامك صحيح وأهلا وسهلا فيك كتير ناس عم تختار الكلمة المناسبة من أول ضربة عصب يقوله دايما أم حسن من مجل كروم الرقم اللي اخترتيه مش كتير يا أم حسن بديك تغيري حاولي غيري هنا عنا كلام صحيح ولكن من كترة التفاعل على السريع بدنا نقدر نوخذ أميرة سنونو من أبو سنان كلامك صحيح يا أميرة وتحيات لأهل أبو سنان كمان اللي بتسهر في بيت أبوها بهاء عبدالهادي منكسال كلام صحيح كلام صحيح يا بهاء أكيد يعني منذكر أسماء الكل حسب حسب شو منشوف قدامنا تمام من سولم بديك تغيري يا تمام مش كتير تمام كان هناك الإجابة أو الاختيار حاولي غيري تمام من سولم جواب آخر يلا نشوف مين معنا من اللي فريديس هاني كفار من اللي فريديس بدك تغير يا هاني هلا فيك طبعا بدك تغير على رقم آخر مسائكو جميل شكرا سيلين حسيني من الناصري التالت سابت الظاهر يا سيرين التالت سابت حاولي يعني فيه كتير ناس عم تبعت لي نفس الإجابة مع أنه قلنا لكو غيره فيه ناس عم تبعت طبعا رسائل صوتي سعب أسمعها كتبوا لنا كتابي عبدالله من الريني عبدالله بدك تغير اخترت رقم خاطئ وانتبهوا كتير خلينا أذكركم بالأرقام خلينا أذكركم اللي بتسهر في بيت أبوها برقم واحد لا تلموها برقم تنين لا تستنوها وبرقم تلاتي لا تواخذوها شو بتختاروا أرقام صحيحة طبعا في كتير ناس عم تختار بها اللحظات أرقام صحيحة علي حبشي منكسان رقم صحيح طبعا واختيار موفق منكسان لوين يافت الناصري رياض أبو جبل كمان يا رياض من يافت الناصري كلامك صحيح شو أحلى من هيك الكل متفاعل لأنه المتزوجين يا جماعة بيعرفوا طبعا قبل ما نطلع فاصل الجواب صحيح من مين هنا يوسف ومحمد أو علاء أبو راس من علوت ويوسف ومحمد كمان وتحية لأحلى برنامج شكرا جوابكو صحيح هيك طبعا منختم الفقرة الأولى تابعونا بعد الفاصل لنكون ونواصل مع متى الآخر ونكشف كمان أكم تفاعل خليكم معنا عدنا مشاهدين بعد الفاصل لنواصل مبسوطين مع هلا على قناة هلا وأيضا على بانيتي جروب تحياتنا لكم جميعا خلال الفاصل وصلني كتير كتير أمتال بدأ أشكركم عليها وصلنا كتير كتير كمان على هاتف قناة هلا وصلنا كتير شغلات اللي هي متعلقة بالمثال في ناس اختارت طبعا الكلمة المناسبة من أول ضربة عصا مثل ما منقول دايما مثل الحج إم حسن من مجل كروم تحياتنا إليك وأكيد اللي بتصهر يا جماعة عند دار أبوها لا تستنوها وكل المتجوزين بعرفوا أنه بس نودي زوجاتنا عند دار أبوهن صعب يروحوا يعني بتصير الساعة 11-12 بتصير التليفونات ترن شو نسيتي إنه إليك بيت بصيروا يقولوا لها يعني خلاص دار أبوك دار أبوك بس بكتروحي على بيت جوزك بالزبط هيك فكتير من المتجوزين كتبوا لي إنه المثل على الوجع لأنه بس نبعد زوجاتنا عند دار أبوهن لنحضر مونديال بالزبط هيك وحد كتب لي ننسى يعني هن بنسونا وإحنا بننساهن لأنه إحنا متعلقين بالمونديال أكتر وهن متعلقين بدار أبوهن فاللي بتصهر عند دار أبوها يا جماعة لا تستنوها مش لا تلوموها ولا تواخذوها لا تستنوها خلونا نتابع بدي أشكر كل اللي باعتوا طبعا وما طلع اسمين بالفقرة الأولى إن شاء الله بالفقرة الثانية كتير إجابات صحيحة بدي أشكركم على التفاعل الحلو على 0583924051 المثل الثاني كمان راح تشاركونا وتبعتولنا طبعا التفاعل كلمة واحدة ناقصة وأعطيكم اليوم تلات محاولات واحدة منهن صحيحة طبعا كتير ناس عندهن أطفال كتير ناس عندهن أطفال نلتقي معهن إحنا مع أطفالهن طبعا فبيقولولك خدوا صرارهن من أصحابهم جيرانهم أو أطفالهم وكتير ناس ممكن عندهن جيران كمان في كتير ناس عندهن أصحاب كمان نلتقي معهن ومنوخد منهن يا ترى مين أكتر ناس بتوصل الأسرار الأصحاب أو الجيران أو الأطفال وكتير ناس يعني بسلموا سرهن مرات لحدا مش عنده يعني مش ثقة فيه وعشان هيك اليوم المثل مهم جدا نعرف مين أجدادنا قالوا خدوا أسرارهم من أصحابهم جيرانهم أو أطفالهم وطبعا بلشت التفاعلات يا جماعة مطر غير شكل بوقتنا إحنا طبعا اليوم بالخريف بعدنا مش مبلشين بالشتاء والطقس يعني ربيعي اليوم كان بجنن حنان زعبي من الطيب الزعبي تحياتنا إليك حنان بالنسبة للمثل الأول صحيح وناطرين كمان بالنسبة للمثل الثاني المثل الثاني كتير ناس جاوبت يعني اختارت الرقم ممكن الصح هاتنشوف زكية أبو حمام من عكة الرقم اللي اخترتيه بطريقة زكية يا زكية صحيح يعطيك ألف عافية وبقول المثل خدوا سرارهم من أصحابهم من جيرانهم أو من أطفالهم واحدة منهم صحيحة كتير ناس عم بتحاول تبعث رسائل صوتية وبعثولي كمان أمثال بنفس المعنى ولكن المثل اللي معنا يوسف العلاء من علوت كلامك صحيح يا يوسف وكتير ناس زي ما عندهم تجارب مع المثل الأول اللي بتسهر في بيت أبوها لا تستنوها عندهم تجارب كمان إذا سلموا سر لحدا شو رح يختاروا خدوا سرارهم من أصحابهم في كتير أصحاب ما بتحافظ على الأسرار في أصحاب طبعا بتحافظ على الأسرار حتى ما نزلهم حدا في جيران برقم تنين بتحافظ على الأسرار للجيران لأنه كتير عايشين طبعا إحنا باقتزاز سكاني مثل ما بقولوا ممكن أنه يحافظوا وممكن برقم تلاتي الأطفال فتحياتنا لعلاق أبو راس من علوت جوابك صحيح مهم جدا عندك تجربة أكيد يعني مساء الخير إحنا كتير منحضر البرنامج فاطمة فعور من شعب بالنسبة للمثل الأول كان الكلام هناك خاطئ ولكن بالنسبة للمثل التاني صحيح تحياتنا لكم بشعب أهلا وسهلا بأهل شعب كمان تحياتنا للجميع فاطمة فعور والعائلة كمان خلينا نتابع سارة سمير من كفرقرع نطينا من شعب لكفرقرع بقولوا خدوا أسرارهم من كلامك صحيح يا سارة وكتير ناس بتقول لي إنه بنفع التلاتي في ناس كاتبيه في ناس كاتبيه إنه بنفع يكون المثل مكون من خدوا أسرارهم من أصحابهم ومن جيرانهم ومن أطفالهم التلاتي بنفعوا ولكن واحد منهن هو صحيح ممكن اليوم بوقتنا الحالي بنفع هيك ولكن على وقت أجدادنا كان الوقت غير شكل وكانت الحياة غير شكل فالمثل بقول خدوا أسرارهم من أصحابهم جيرانهم أو أطفالهم معين عبد الله من كسرة الجواب شو يا معين خليني أنزل 30 متر لتحت من كسرة طبعا بعد 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 استنوا شوي من كسرة كلامك صحيح كلامك صحيح وأكيد عندك تجارب صحيح يعني مرات منحكي إحنا سر قدام هالمجموعة هاي الفئة طبعا إذا كانت أصحابهم جيرانهم أو أطفالهم نحكي السر بهاللحظة صار واصل على كل الرسائل الصوتية والكتابية كمان فمين يا طرأ مين اللي اختاروا هناك معين من كسرة وقلنا له صحيح دلال زين من الكدس كلامك صحيح دلال كمان دلال عندك تجارب أكيد في الكدس بالنسبة للأسرار لمين نسلم أسرارنا خدوا أسرارهم من أصحابهم جيرانهم أو أطفالهم واحدة منهم صحيحة طبعا والجواب هنا مين معنا شواب صحيح بدي طبعا تكتبولي دايما يا جماعة الاسم كوسر ولولو وفتحي هشام إبراهيم من أبوغوش كلام صحيح مجموعة رائعة عم تكتبولنا وكلامكم صحيح يعطيكم العافية بأبوغوش من أبوغوش لوين رح النط لكسال الظاهر متل ما بقولولي المثل التاني بهاء شو يا بهاء بهاء من كسال كلامك صحيح بهاء عبدالهادي من كسال كلامك صحيح يا بهاء خدوا سرارهم من أصحابهم جيرانهم أو أطفالهم وكلنا طبعا يا عنا أصحاب يا عنا جيران يا عنا أطفال يا عنا التلاتي يا عنا التنين حسب كل واحد شو بعرف وعنده تجارب طبعا مع الأسرار مها عواد من طمرة المثل الأول صحيح والتاري صحيح يا مها وبقولك شغلة إنه كمان بطمرة مستعمل جدا المثل ونصائح طبعا أجدادنا بكل بلاد يعني بكل مدننا وكورنا العربية معروفة خدوا سرارهم من أصحابهم جيرانهم أو أطفالهم خدوا سرارهم من إم الوسيم من المثلث الجنوبي تحياتنا إليك وإليك كمان شكرا شكرا وكلامك صحيح كلامك صحيح إم الوسيم من المثلث الجنوبي متابعين 11 دقيقة بالزبط وكمان دقيقة رح يبدأ العد التنازل يا جماعة رح يبدأ العد التنازل من 10 للسفر ماليسة خسكية من وين ماليسة ما كتبت من الطيري تحياتنا إليك ماليسة بنسبة للمثل الأول يعني ما كان كتير ولكن الثاني صحيح يعطيك العافية تفاعل سريع سلام عليكم وعليكم السلام الحجة أم أحمد حسين من الناصري خدوا سرارهم من كلامك صحيح يعطيك العافية وتحيات طبعا إذا كان للأصحاب للجيران والأطفال شادي زعبة من تمر الزعبية خدوا سرارهم كلام صحيح يا شادي وعندك أكيد تجارب بتمر الزعبية كل واحد عنده تجارب لمين يسلم سره يا جماعة ومين يتكاشفين الأصرار الأصحاب الجيران أو الأطفال واحد منهم صحيحة وإحنا بنعرف طبعا أنه في كتير جيران بيحفظوا السر في كتير يعني أصحاب كمان بيحافظوا على الأصرار بناتنا وفي كتير أطفال بتحافظ يا ترى مين مين أصدوا أجدادنا هناك على كل حال بعد معنا عشر دقايق إلا شوي بلش طبعا العد التنازلي مساء الخير رنى أبو حسين من الناصري كلامك صحيح كلامك صحيح ألفت نظركوا شوي للإملة يا جماعة اللي بيكتب يعني إجابات مرات منشوف الإملة تستعملوا أحرف بدال أحرف ممكن أشرحها بالنهاية حتى ما نكشف المثل تستعملوا مرات حرف بدال حرف تاني وكتير ناس يعني لو هي تحكي كمان بيكون عندها مخارج حروف غير مخارج حروف صحيحة يعني الصاد إلها طبعا مخارج حروف والسين إلها مخارج حروف بيصيرش تقولوا الصاد محل السين وغيرها لحاء محل كتير محلات يعني على كل حال خدوا صرارهم من سامر سواعد من الكمانة كلامك صحيح سامر سواعد من الكمانة كلامك صحيح وخلونا من الكمانة لوين نصل ونكمل مش نكمل نكمل خلينا نشوف جهان من علوت كلامك صحيح يا جهان وأكيد عندك تجارب بعلوت كمان يعني لمين نسلم أسرارنا جهان يعني إذا حكينا السر قدام أصحابنا ولا قدام جيراننا ولا قدام أطفالنا مين كاشفي الأسرار ونصحونا أجدادنا ما تحكوا قدامهم أي سر لأنه بكشفوا دغري مين يا ترى أصدوا أجدادنا هناك كتير صور عم تصلني وفيديوهات عن جد يعني بدي أنزل لي ممكن 70 متر لتحت حتى أصل عن جد يعني مرات بأخذ وقت كتير فخلونا نشوف مين معنى محمد بسامع يدات من الزرزير الجواب صحيح جوابك صح مرة واحدة تكفي محمد لأنه شفت عبين ما أنزل لآخر إجابة لأنه إحنا هنا بقناة هلم نعتمد آخر إجابة يعني آخر محاولة فعبين ما وصلت أخذت معي دقيقة على حساب على حساب يعني مشاهدين آخرين ويزعلوا منا مرات أو بعتبوا يوسف أبو حمام من عكة كلام صحيح يا يوسف خدوا سرارهم من أصحابهم جيرانهم أم أطفالهم كمان هنا ندا بكري من البعني كلامك صحيح يا ندا وانتبهوا للوقت طيارة سريعة سريعة هنا الوقت بقناتها لا سريع بعدلنا سبع دقايق بالزبط خلينا نشوفهم مين معنى سارة سيرو من شعب سارة سيرو من شعب كلامك صحيح بالنسبة للمثال الأول والمثال الثاني تحياتنا لكم يا سارة بشعب من شعب لون رح نروح هاتوا نشوف لون من إلى أم الفحم خدوا سرارهم صحيح أميرة محميد أميرة محميد من أم الفحم كلامك صحيح يا أميرة وحلو حلو كتير النط بين بلادنا ومدننا وكورونا العربية وهذا إشي بسعدنا لأنه قناة هلا لما منقول تلفزيون من بلدنا لكل مدننا وكورونا العربية وهذا إشي بسعدنا دايما تكونوا معنا ومبسوطين يسعد مساك مبسوطين صحيح كاتبين لمبسوطين مع هلا حنان حسونا من غزة تحياتنا لك يا حنان ولقلكوا بغزة طبعا كلام صحيح يسعدك حنان حسونا من غزة مساء الخير أنا صفاء من شفاعمر تحياتنا لك صفاء من شفاعمر وكلامك بالنسبة للمثال شو بتقولي صحيح كلامك صحيح خدوا صرارهم من أصحابهم جيرانهم أم أطفالهم سد دقائق بعد سد دقائق بعد معنا للقاءنا اليوم ما تنسوا تنين وأربعة أكيد مبسوطين مع هلا على الساعة خمسة تماما حتى نشوف مين معنا هون هندي زعبي من طمر الزعبية خدوا صرارهم ولا كلامك صحيح يا هندي تحياتنا لكوا بطمر الزعبية وكل الناس اللي عم بتشاهدنا بكل مكان أهلا وسهلا فيكم مثل خير رهف غانم رهف غانم من سجور كلامك صحيح يا رهف يعطيكم العافية بسجور بكل المناطق من سجور شوفوا وين جسر الزرقة أم أحمد من جسر الزرقة كلامك صحيح يا أم أحمد وبعرف طبعا أنه بالنسبة للمثال الأول صحيح والمثال الثاني صحيح أم مجدي من كسرة كلامك صحيح على المثال الثاني والله كلامك صحيح مية بالمية ما تغيري أبدا معنا خمس دقايق بالزب عنات من مجد الكروم يا عنات نطينا طبعا من كسرة لمجد الكروم كلام صحيح خدوا سرارهم من أصحابهم بنمرة واحد بنمرة اثنين جيرانهم بنمرة ثلاثة أطفالهم وانتوا صرتوا عارفين طبعا عندكم تجارب يعني قدام مين تحكوا أسرار يا ترى الأصحاب ولا الجيران ولا الأطفال مين من هين محل ثقة يا جماعة مين باقي اليوم بالألفين واثنين وعشرين وإحنا طبعا على مشارف لألفين وثلاثة وعشرين عدنان فاي الزعبي من تمر الزعبي كلامك صحيح وأكيد عدنان عندك تجارب أكيد ولا ممكن أسدق عندك تجارب لأنك متأكد من الجواب زهرة قداح من مجد الكروم كلامك صحيح أهلا وسهلا فيكي وكلامك صحيح تحياتنا لأهل مجد الكروم أسماء الياس من البعني كاتبتنا الرائعة خدوا صرارهم كلامك صحيح وكتباتك بتجنن دايما أكيد ألف شكر لتاكم هلا على هالمسا شكرا ومين معنا هون بدكوا تغيروا بالنسبة للمثل الأول صحيح المثل الثاني خاطئ مين معنا نشوف مين معناه عطلة خطيب من شفعمر بالنسبة للمثل الثاني بدك تغير معك أربع دقائق بالزبط يا عطلة للعدة التنازلة حتى نختم مشوارنا لليوم مساء الخير مساء نور محمد بكري من البعني تحياتنا لك يا محمد خدوا صرارهم كلام صحيح وأكيد بنقال بنقال المثل وين مكان فيه في ناس بتقول هيك يا محمد في ناس بتقول هيك رح أشرح بعد شوي دعاء من جسر الزرقة كلام صحيح كلام صحيح في ناس طبعا حسب كل واحد ولهشته شو بيقول كلامكم صحيح السلام عليكم وعليكم السلام رافع كريم من الريني كلامك صحيح أو كريم لأنه بالريني بعرف فيه دار كريم عائلة كريم رافع كريم كلامك صحيح وعليكم السلام يا رافع كلامك صحيح من الريني لوين لا ترشيحة تحياتنا لكم مين معنا من ترشيحة نطو نطو أهل ترشيحة راحوا بعيد بوين رحتوا كنتوا معنا على كل حال إذا شفناها قدامنا بعودنا نقول محمد محميد أبو الورد تحياتنا إلك من عرعرة كلام صحيح كلام صحيح معنا ثلاث دقائق بالزبط تالي يا محمد مرعي من عرعرة المتلت شو بتقول أو محمد مرعي هون معنا من عرعرة المتلت كلام صحيح تحياتنا إلك وصلت التحيات شكرا وهون مين معنا من برطعة أم محمد عيسى من برطعة كلام صحيح كلام صحيح المثل مصطفى من وين يا مصطفى حمودي من الناصري شكراً للكلام الحلو على البرنامج وكلامك صحيح بعد معنا يعني تقريباً دقيقتين إلا الوقت سريع هون سريع سريع حتى نشوف مين تلع معنا على السريع باخد يعني عشوائياً سلام عليكم وعليكم السلام إم إبراهيم من الكدس أهلا وسهلا فيك وتحياتنا إليك إم إبراهيم الكلام طبعاً ما بعطي لنا كلام بعطي لنا أسئلة أسئلة سعب الرد عليها لطفي همام سلام عليكم أهلا وسهلا لطفي ردينا عليك بس ما في إجابة يا لطفي كاتب لي رد ردينا ولكن ما في إجابة هاجر يحيا من كفر قرع كلامك صحيح يا هاجر داماً يعني مع إجابات رجاء لأنه وقت برنامجنا سريع انتبهوا دقيقتين إلا شوي حذيفة أبو عمار من باقة الغربي الكلام صحيح يا حذيفة وقبل ما نحذف آخر الإجابات ونخلص برنامجنا جاكلين من يافا يعطيك العافي شكراً كلامك صحيح جاكلين آخر إجابات آخر تفاعلات من حظمين ألف شكر لطاقم هلا على هالمسا شكراً سميرة تحياتنا إليك سميرة من الناصر الكلام صحيح ويعطيك العافي كمان معنا هنا ردود طبعاً على السريع ليث عماش من جسر الزرق بدك تغير يا ليث حاول غير معنو مضى الوقت غزل من إم الفحم أهلا وسهلا فيك غزل ما بعدتي لنا طبعاً إجابة منرحب فيك يسعد مساك لحقت بتقول آخر دقيقة أو لحقت دياب مرعي الجواب صحيح أهلا وسهلا فيك هيك طبعاً رح نختم التفاعل معنا اليوم والإجابات عن طريق هواتف قناة هلا بتكون تعذرونا لأنه ما ضل معنا وقت كتير بقولولي خد كمان بناخد كمان يلا تفاعل على السريع وعلى السريع على السريع لأنه الوقت بدأهمنا حتى أشرح لكم الأمثال مين معنا هون بدأ أنزل كتير إذا بدأ أنزل كتير وخدوا سرارهم من كلام صحيح هيك طبعاً بنختم التفاعل معنا آخر دقيقة لنشرح لكم اللي بتصهر يا جماعة في بيت أبوها بالمثل الأول لا تستنوها لأنه مهما اتصلتوا فيها من سيري لسيري رح تمد لبعد مص الليل ممكن وترجع لكم بعد انتهاء المباراة أكيد ولكن بالنسبة لهاي يعني مثل مميز جداً لوقت المنديال خاصة النساء اللي بتترك أزواجها يحضروا اللعبة مع أصدقائها بتصهر عند دار أبوها لا تستنوها أبداً بالنسبة للمثل الثاني خدوا سرارهم من لا من أصحابهم ولا من جيرانهم اللي عنده أطفال بالبيت يا جماعة ده أقولكم نصيحة ينتبه كتير شو يتحدث هو زوجته هي وعيلته قدام أطفاله لأنه الطفل ببراءة الأطفال وأنا بعرف طبعاً نتمنى أنه تكون براءة الأطفال عند الكل ولكن الطفل ما بعرف طبعاً شو يخبي وشو ما يخبي زي الكبار لأنه الكبار بعرفوا أنه هذا الكلام سر ما بنحكى فالطفل أول ما تسأله سته شو عملته اليوم بسرود لها كل البرنامج تبع النهار شو أمه قالت لأبو شو أبو قال لأمه شو عمله شو ساوه وين راحه الطفل بريء وبتمنى أنه كل الناس تكون بريئة زي بريئة الأطفال طبعاً لأنه الطفل ببراءته بفضح كل الأسرار بدون ما يقصد فضيحة يعني الطفل ببراءته بيحكي مين أجا عندهن شو عملت الوالدي اليوم شو طبخت شو ما طبخت شو طلبت كتير شغلات فبدكم دائماً تهتموا شو تحكوا قدام الأطفال وتحديداً احكوا كل شي طبعاً بأدب ورقي ومحبي لأنه الطفل ماكنة تسجيل بتسجل انتبهوا كتير حاولوا سجلوا دائماً فيهن المحبي وطبعاً التفاؤل والأمل دائماً كان معكم في الأعداد والتقديم بسيم لقال أبي جدد يوم الأربعة مع مبسوطين مع هلا وخلال الأسبوع برنامجنا الميداني على قناة هلا إلى اللقاء اشتركوا في القناة